السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة البزور من مختلف انواع الخضار والفاكهة زي ازاتون كده لو انت حابة تخليلي ازاتون او تفروميه تقدر ان انت تشيلي منه البزور دي بكل سهولة وهنا معنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نشيل الامعة او البزر اللي في الفاكهة او الخضار يعني تقدر ان انت تنظفي بالخضار او الفاكهة بطريقة سهلة جدا زي ما ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده عندنا المنفضة او الزعافة اللي تقدر من خلالها تنظفي الجدار او الاجهزة او النجف وهي بيكون لها كذا استخدام تقدر طبعا من خلالها تحصلي على افضل نتائج التنظيف وهي طبعا بتشتغل عن طريق الشحن وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحزية بتاعت الحمام بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الطبق الدائري وطبعا الطبق ده تقدر ان ان انت تستخدميه في تنظيم الخضار او الفاكهة وهو بيكون مناسب جدا ان ان انت تستخدميه وقت الاكل وتنظم عليه الجرجير او الخص وتقدري كمان ان ان انت تنظمي فيه وتقطعي كل الخضار اللي انت بتحتاجيه وانت بتعملي الاكل يعني ها بيكون لي كذا طريقة في الاستخدام بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ادالة تنظيف وهي عبارة عن سلكة تقدر ان ان انت تنظفي بها الحود او الحلل او الاسباق او البتوجاز تقدر ان ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح بكل سهولة وهي بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها هنا بقى معانا الجهاز اللي بيساعدنا على طحن التلج بكل سهولة تقدر ان انت تعملي من خلاله اسرع ايس كريم انت بتحبيه وتقدر يتعملي منه مختلف انواع الايس كريم اللي بتفضليها في البيت بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوة التلاجة وتفضلي وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوة التلاجة عندك سواء زيز السوسات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو وهنا معينا ممساحة مميزة جدا طبعا الممساحة دي تقدر ان انت تعصري منها كل المية والاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها وبعد كده ترجعي ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك واكتر حاجة مميزة في الممساحة دي انها عندها قدرة عالية على انتصاص السوائل وبعد كده هنشوف عندنا رف تنظيم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه التوابل او السوصات او مختلف لوازم وادوات المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو يعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل او على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة بعد كده هنشوف عندنا القاعدة اللي تقدر ان انت تثبتي عليها اي حلة سخنة او اي طبق سخنة عندك بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوصات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظم فيه ستة انواع من التوابل اللي بتستخدميها وهنا معينا المصفة اللي تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الفكهة او الخضار او تقدر ان انت تصفي عليها الموعين بعد ما تغسليها بعد كده هنشوف عندنا اداة لصنع الزلبية او السنبوسة او مختلف انواع الفطائر طريقة استخدامها سهلة جدا وبتديك احجام متسوية للعجينة اللي انت عاوزة تعمليها وفي نفس الوقت تقدر تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك حوالي 10 كيلو من الرز او الدقيق والمنظم ده بيجي كده فيه جزء من فوق تقدر ان انت تحط فيه توم او قرنفل بحيث ان الرز ده عندك ما يستويس وغير كده بيجي معاها اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايري كمية الرز اللي انت محتاجاها وكمان تقدر من قلال الاداة المعيارية دي ان انت تستخدميها كمصفة برضو تخسليه وتصفي بيها كمية الرز اللي انت عايرتيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك ان انت تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسترنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده هنشوف عندنا قطاعة البطيخ اللي بتيجي عبارة عن سكين وشوكة في نفس الوقت وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على سحب الهوى من مختلف اكاس التنظيم اللي بتبقى موجودة عندنا طبعا الطريقة دي بتساعدنا ان احنا نحافظ على مختلف الاكلات اللي بتبقى موجودة عندنا لاطول فترة ممكنة جوة التلاجة او برا التلاجة على حسب طبعا الحاجة اللي احنا عاوزين ننظمها في الاكاس دي واستخدام الجهاز ده بيكون سهل جدا وبسيط وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكرونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كزا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكرونة اللي انت عاوزيها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي مظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا الاداء او المضرب اليدوي تقدري من خلاله تخفقي البيض وتعملي مختلف انواع الصصات وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وعملي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر ان انت تنظمي بيها البطاطين او اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضو ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في الدولاب وهنا معانا الممساحة المارينة جدا دي اللي تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط وهي بتبقى مارينة جدا تقدر ان انت تنظفي بيها تحت الكنب والسرير وبتوصل معاك للاماكن والزوائل اللي عندك بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الاكياس نقدر ان احنا ننظم بيها الخضار او الفكهة او المكسرات او اي حاجة طبعا احنا عاوزينها والاكياس دي بيجي معاها جهاز بيساعدك ان انت تتحاب الهوى من كل الاكياس دي وده طبعا بيساعدك ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في التلاجة او في دلاب المطبخ عندك ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر يتطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر يتوصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسببكم في رعاية اللي شكرا